السلام عليكم أخوكم من الجزائر جريدة القابس الكويتية التعرض للأشيعة لا يسبب السرطان ولا يصيب بالعقم من الاكتشافات التي تركت بصمة غيرت حياة البشرية اكتشاف أشيعة السينية فمن قبلها كانت أطباء مجبارين على فتح الجسم جراحيا حتى يروا مصدر الاعتلال أشادت الدكتورة ليلى غض نرفر رئيسة قسم علوم الأشيعة في كلية العلوم الطبية المساعدة بجامعة الكويت بجهود الكوادر المحلية وقالت التصوير الإشاعي من أهم الفحوصات التي تشخص الأمراض وتساعد على الكشف المبكر للسرطانات وتقيم الحالة الصحية وفقا إلى الدكتور رائد السعيد عضو في هيئة التدريس في قسم علوم الأشيعة ينسب اكتشاف الأشيعة السينية إلى العالم ويليام رونت جون في عام 1895 بينما ينسب للعالمين هنري بيكرل وماري كوري اكتشافات أحدثت نقلة كبيرة في مجال تقنيات الطب النووي ترجمة نانسي قنقر